وصلنا لفقرتنا النفسية يلي دائما سلمة بنحكي عنا بحياتنا اليومية حتى بالأحاديث ممكن تكون الجانبية اليوم قد تحسي في تغيير إن كان بشخصيتنا بحياتنا بالواقع الاجتماعي العايشين في ثورة التكنولوجيا والمعلومات وهي التطورات المتسارعة كتير قد ترك تمكن أثار بحياتنا ما بنا نقول كلها إيجابية جانب كبير من سلبي سلمة البعض ممكن يوقع على هذا الموضوع والبعض الآخر ممكن يكون مغيب ويدخل بمرحلة الاغتراب النفسي وكل الأعراض الجانبية السيء للأسف يمكن تنعكس عليه وعلى أسلوب حياته صحيحة فرح مثل ما قالت كتير أوقات ثورة التكنولوجيا والتناقضات الموجودة بالحياة بتأثر على الأشخاص يقاليون يعيشوا تناقضاتهم الخاصة الحياتية ممكن أوقات كتير ما يفرقوا بين الشيء اللي هو إيجابي ولازم يعملوه بين الشيء اللي المجتمع لا يتقبله وبالتالي يعيشوا بحالة من الاختراب النفسي اللي كتير العلماء اختلفوا طبعا بتفسيرها وأعطاء الأسباب معينة وواضحة ولكن الصراعات والحروب هي جزء من تشكيل الاختراب النفسي عند الناس رح نعرف أكتر عن الأسباب تشكل هذا الشعور عند الشباب بالذات وكيفية التعامل مع هيئة المشكلة كل هاي الأسئلة رح نطرحها على ضيفنا بالستوديو الدكتور سليمان صليم وهو طبيب علم نفس وأيضا اختصاصي بالصحة النفسية يسعد صباحك وهلا وسعلا فيك صباحك وهلا وسعلا فيك يعني اليوم دكتور مصطلح الاختراب النفسي شو تعريفه بالشكل البسيط لحنا نقدر نفهمه تعريف الاختراب النفسي هو حالي يعيشها الفرد بشكل عام فقدان شيء هو يمتلكه بالأصل نعم مثلا فقدان هو بالأمان أمان بس هو يفتقد هذا الأمان من المحيط من التأثيرات هو نحنا منقول الاختراب عندما هو انفصال عن الواقع أو انسحاب من الواقع أو من أي شيء نتيجة من نتيجة أدّة أسباب هذه الحالة من آثارة أو حتى نتيجة شخصية المتفككة التي تفتقد الثقة بالنفس هي أساس مرتكز من المرتكزات الشخصية الثقة بالنفس عندما تفتقد هذا المرتكز يبدو أن ندخل في حالة الاقتراب النفسي طيب خلينا نحكي أكتر دكتور اليوم في كتير أسباب يمكن نحكت منها ثورة تكنولوجية منها التناقضات بالحياة منها الصراعات والحروب وتأثيرها على الأشخاص شو بتشوف أكتر هذه المتناقضات وجودا حاليا وفعلا هي عم تخلق هذه الحالة حالة الاقتراب الابتعاد عن أشياء موجودة الثورة التكنولوجية أثرت من أول مطلات الثورات التكنولوجية أو اللي نسميها العولمة الثقافية أو العولمة العلمية أدت إلى تطورات حد جديدة فانت على المجتمعات على المجتمعات التقليدية كل المجتمع له نظام أخلاقي أو نظام ثقافي فصار في عند خلل مام بمكان ما بين الجيل صار في فرق بين الأجيال بين المخزون الثقافي بين الجيل القديم أو بين الجيل الحديثة أو الشباب نحن هلا من أن أتحدث عن الشباب أو الجامعيين بشكل عام أو بشكل عام الشباب فهذا صار في فوارق صار في اختلاف ما بين وجهات النظر لأن الحروب كمان أدت إلى تفككات في الأسرة عدم الانضباط عدم أدت إلى حالي ضبابي في حياة الشباب أين نحن الزاهبون بعد قليل فقدان الأمان فقدان الثقة بالنفس فقدان الثقة بالآخرين فقدان الثقة حتى بالمحيطين لنا فنؤدي إلى نذهب إلى نحو بالإضافة لعدم تحقيق طموحات البدنية فنفوض ندخل في هذا هو أحد أبعاد الأقتراب النفسي الأحباط الأحباطات من عدم تحقيق الطموحات التي نريد نحن كشباب أو كشاب أن أحقيقوها فأذهب نحو أدخل في حالة أحباط نحن عندنا الأبعاد 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 أننا الأحباط أننا الحالة العجز تؤدي إلى العزلة تؤدي إلى التفكك عدد أنفقدان السيقة بالنفس حبطت بمكان ما أنسحب أعيش بعزلتي عدم التواصل مع المحيط والمجتمع عدم تفاهم الأفكار الآخرين عدم استقبال بنظرات دائماً إلى علاقة التأثيرات ما بينها بالمجتمع في نبز وقبول عدم التوافق بالنسبة ل أنا متفق معكم أو ما هي متفق متوافق هلأ أستطيع أن أستمر أو بالنسبة ل بالمهن بأي شيء كل يوم نعيش الحالة هلأ أتي إلى مكان لا غير مقبول فيه هوني اغتراب هلأ أذهب إلى اختصاص جامعي أنا ما بحبه تلاقي بيشعور حالة اغتراب بنسبة لها الشاب هذا تستدعي إلى الوصول إلى مكان ما هو يعيش حالة هذا الشاب حالة منوعه من الانفصال على الواقع إلى تأثيرات التنشيء الاجتماعي الإسرائي لتلعب دور عداد المجتمع التقاليد التفهم أو الاندماج لهالشاب بالمجتمع يعني كلياتا بتروح بنحو نقطة معينة هو الوصول إلى حالي من الابتعاد عن المحيط الاجتماعي والمحيط حتى الثقافي لألو لهذا الشاب طيب دكتور كثير أوقات بتتخطى هاي الحالة العزلة يعني أوقات كثير الأشخاص اللي بيعانوا من الاختراب النفسي بنشوف عندهم تصرفات عدائية وعدوانية لسبب شعورهم أنه هنن ما عملي توافقوا مع البيئة اللي هنن موجودين فيها فبالتالي هون ما عد بتوقف أنه أنا بس بدي أعالج هذا الموضوع حتى الشخص يقدر يتأقلم في هاي الحالة لا أكيد أنا وصلت لمرحلة نوع محبط فأنا بدي فرغ أحباطي إذا إيجيت حالة ضغط من الخارج صرت مستفز فأنا صار عندي دردت فال سلوك عدواني جباري يعني بالنسبة للموضوع أي موضوع بيعيشه الإنسان يعني فسلوك العدواني مرافق لحالة الأحباط مرافق لحالة الاغتراب الداخلي بيعيشه الإنسان يصبح أنه المحيط الحوالي بعد مكان إيجابي أو محيط دافئ يصبح هو محيط بارد وعدواني بيشعر فيه أنه كل الناس ضده مع هو عدم تفاهم المحيط هذا المحيط الثقافي أو الأخلاقي أو الاجتماعي اللي ما يعيشوا هذا الشاب فيذهب نحو ردة فال سلوك عدواني تجاه الأشخاص يعني 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 أكتر شيء على أقرب المقربين يعني مع كل أسر يعني مين بدي يفرغ هذا الشحن الأدواني بدي يفرغوا الأقرب المقربين لألو يتحول هذا السلوك من حالة من حالة أحباطية إلى حالة سلوك أكيد أدواني تجاه المجتمع تجاه الأشخاص تجاه المقربين تجاه حتى حينا إيزاء النفس نعم أغلب الأشخاص يمكن دكتوريا اللي بعانوا من حالة الأحباط أو بعض الأمراض النفسية يمكن ما بيكونوا شاعرين فعلا بحقيقة شو عم بيصير جواتهم وهون يمكن أغلب الأشخاص ما بيقدر يواجهوا هاي المشكلة إن أول طرق العلاج هي الدراية بالمشكلة كيف ممكن أشخاص يقدر يحس أو يتأكد إنه عنده مشكلة معه في حال ما تم ذلك كيف الوسط المحيط ممكن يكون داعم ويعطي الخطوة الأساسية بالعلاج أغلب الحالات أو بالنسبة للإغتراب أو شيء يعلمها الفرد نعم فهو هل يوجد هو نفسه يستطيع أن يجد الحلول للخروج منها يستطيع عيد الحلول ما عنده حلول يستطيع ممكن في مكان ما في استصاءات مثلا في مشاكل بالعائلة في مشاكل بالحين في مشاكل في مكان العمل في مشاكل أنا مثلا عندي مشاكل بالعمل مثلا ما فيني أنتقر فبد يدل عيش هالحالة مثلا في شاكل بالعائلة العائلتي ما فيني يطلع منا فبد يكون أول شيء بالنسبة للحالي للعلاجي فيلجأ إلى مختص ممكن لتقريب وجهات النظر إدخال بالنسبة للحالة مثلاً للتقريبة هم من عائلتها أو بمجال العمل مثلاً يفوت كمختص يفوت لعند مدير هالشخص اللي عنده هالحالة يجب أن يتفهم الموضوع إياه يقلوا شيء جيد يريحوا مثلاً ينبي هالزولة وملاوة أو شيء أو أستطيع أن نحب أن نتقلوا من المكان مثلاً أن تأتيك الفردة الفكرية والإدائية في المجال العملي وتنعكس سلباً على المهنة أو حتى على علاقاتنا الاجتماعية نعم طيب دكتور خلينا نحكي اليوم هل كل العلاجات هي علاجات سلوكية ولا ممكن يوصل لمرحلة بحاجة لتدخل دوائي الآن الاغتراب النفسي بنسبة للحالة الاغتراب النفسي ما في حالات ما ليس اضطراب حاد هو حالي نفسي بسيطة مؤهيم ممكن تكون أن تكون مؤقتة ممكن تستمر قليلاً ولكن نستطيع بعلاج سلوكي معرفي بتفهم أو حال الدعم أو إيجاد حلول وبرامي نفسية لتجاوز هذه الفترة أو الفكرة أو أعطاء إضاحات أو إضاءة طريق لهذا الحالة أو صاحب الحالة أنه يجد الحلول أو إيجاد أو تمليكه من المهارات إيجاد الحلول لألو فيستطيع أن يتفهي حالة بسيطة وليست من المعقدة ممكن وليست تستدعي طبيب أو وصفة أو دواء أكيدنا نشكرك كثير دكتور على كل المعلومات التي قدمت لنا ياهم نتمنى يكون اليوم الشباب على قدر المسئولي والدراية الكاملة بكل تفاصيل الحياة ما نقع عبداً لا بالأحباط ولا بالإكتعاب شكراً نحن في نوانا حيناً لحالة الاقتراب أو شيء البغط النفسي يؤدي الحالي سلبية أن نتجاوزها بإيجابية نعم نذهب من حالة الانكفاء إلى حالة الإبداع والإنتاجية العالية الله يحمي شبابنا والله يعطيكم العافية شكراً لك شكراً لك دكتور لكل المعلومات التي قدمت لنا ياه اليوم شكراً